رجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدي نهارك سعيد صباح الخير عليكم مرة تانية حالة من الاستشهاد كل يوم بنشوفها في سينة وفي العريش في هناك يعني حرب هناك في سينة وفي العريش الحقيقة احنا كل يوم بنصحى على خبر استشهاد احد من الجنود سواء كان من الشرطة او كان من الجيش او حتى من المدنيين الحقيقة يعني والضرب اوتوبيس وحضرتكم اكيد تباعتوا الموضوع ده وشفتوا على جميع القنوات الفضائية وكمان هنا في تلفزيون مصري شفتوا قدقين مدنيين بس كل زنبهم انهم خارجين من الشغل رايحين البيت اتضربوا بقظيفة اربي جي اربعة استشهدوا والباقي في حالات اصابات خاطرة جدا في حالة تنفار امني انا مش عارفة والله يعني يعني مؤيدي المعزول او الرئيس سابق محمد مرسي عاوزين يوصالوا لايه بيضحوا بجنودهم بيضحوا بالمدنيين باخواتهم واهلهم علشان ايه عشان كرسي مش عارف هما يردوا علينا بقى هيكون معانا النهاردة الحقيقة في يومنا عشان نسأله بقى الحقيقة عن حاجات كتير جدا تخص الحوادث تخص الكر والفارة اللي احنا عايشين فيه النهاردة الصحفي الاستاذ يسري البدري رئيس قسم الحوادث بجريدة المصر اليوم استاذ يسري صباح الخير صباح الخير حياة احنا بقى خلاص هتجي لنا حالة نفسية من كتر ما بنسحة كل يوم صبح الخبر استشهاد احد بس انا عايزة اسألك في البداية عن رأيك ايه في معظم مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي هما بياخدوا دلوقت طريقهم ويقطعوا كل الطرق المؤدية للاعمال او لشلل الحركة فاق قاهرة بالتحديد يعني والله هو مبارح تحديدا بعد الفطار كان يوم مؤسف من انصار المعزول انصار المعزول المبارح كانوا في بروفا لمحاولة خنق القاهرة احنا شايفين اعتصام ليهم امام ربع العدوية النهاردة دخل يوم التسعتاشر الاستنفار والاعتصام اللي موجود ده بيشهد جميع انواع التحريط احنا عندنا متين واحد وتسعين شخص مطلوب ضبطهم واحضرهم ومطلوب تجميد ارصدتهم من جماعة الاخوان التي كانت تدير البلاد خلال العام الماضي متين واحد وتسعين شخص اعضاء في حزب الحرية والعدالة واعضاء مكتب الارشاد واعضاء مجلس شورى الجماعة وهؤلاء الاشخاص جميعا وضعوا وضعوا تحت في قوائم المنع من التصرف وقوائم منع مغادرة البلاد بسبب اعمال التحريض واعمال التحريض التي يتجهوها تجاه الشعب المصري خلال الفترة الاخير امبارح كان موقف مؤسف من انصار الرئيس سابق مرسي اللي هما اصروا على قطع طريق اكتوبر قاموا ببناء جدار اسمنتي اعلى الطريق في الاتجاهين بعد كده قوات الامن بدأت تتعامل معاهم اول حاجة بدأ اللي هو اسامة الصغير مساعد اول وزير الداخلية الامن القاهرة في التفاوض في توجيه النصح والارشاد ليهم ما تعطلوش الطريق استمر البناء الجدار الاسمنتي على كبر اكتوبر كبر اكتوبر ده بيربط اكتر من محافظتين ببعض ده طريق حيوي بعد كده قوات الامن بدأت تتعامل معاهم بالغاز المسايل الدموع فجئنا انه هما الاصابات اللي اعلنت عنها وزارة الصحة تؤكد ان انصار الرئيس السابق كان بحوزاتهم طلاقات خرطوش بدليل ان وزارة الداخلية اعلنت ان دارها ظابطين اصيب بطلاقات خرطوش وثلاث مجندين في حين ان وزارة الصحة اعلنت ان عدد المصابين تسعتاشر اصابة في القاهرة وثلاث حالات في الجيزة معظمهم حالات اختناق بسبب الغاز المسايل للدموع هذا لم ينتهي الوضع ليلة كروا فر في ميدان رمسيس اهالي غامرة اهالي بلاء عملوا لجاند شعبية هم يقربوا بالتحرير ليه انا عايزة اعرفهم هم عندهم الاشارة لا 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 هو مبارح كانت بروفا لخنق القاهرة بدليل ان احنا شفنا كبر اكتوبر شفنا دائر المنيب البحر الاعظم شارع عباس العقاد هم عايزين يخنقوا القاهرة مجرد اصابة القاهرة بشلل مروري للحشد ويقولوا ان احنا عندنا ملايين احنا مبارح سمعنا انهم عددهم يسمح لهم يقدروا يعملوا شلال مروري في الحقق لا اعتقد انه المكان اللي هم موجودين فيه ده عبارة عن اشارة مش ميدان ربع العدوية تحديدا الطرق اللي كانوا بيروحوا فيها انبارح كان فيه احتكاك بقوات الامن في شرع البحر الاعظم اجهزة الامن تحلت بنوع كامل من الصبر رغم انه قسم شرطة الجيزة تعرض للرشق بالمولوتوف والحجار اللي ان الزباط لم يتعاملوا معاهم الا باطلاق الغاز المسيل للدموع وده كان في حال الدفاع شرع على النفس رغم انه هما القانون يديهم انه يقبض عليه لكن تعامل معاهم بضبط نفس كبير جدا لكن الصورة اللي احنا شفناها والنهاردة مستمرة لغاية هذه اللحظة في ميدان الجيزة تحديدا واطلاق كميات كبيرة من طلقات الخرطوش واطلاقات الحية في الجيزة موقف مؤسف يجب ان تتحمل الدولة او الرئيس المؤقت في ذلك الوقت يتحمل ايه بقى تتحمل مسئوليتها في اتخاذ قرارات حاسمة تجاه كل من يحر احنا شفنا دكتور محمد البلتاجي صفوة حجازي يؤكدون انهم باشارة واحدة يستطيعون ايقاف كل الاحداث وكل العمليات الارهابية التي تحدث في سين نحن نسينا ده لسه نتكلم فيها لماذا هذا الصمت على هؤلاء المحارضين نشايف ان رئيس الجمهورية الحالي لابد ان ياخذ طرارات حاسمة وانت الزبات تتكلم في حشود من الناس حل الحشود دي هتدخل السجن مفيش حشود حشود يعطل طريقي ويعطل مصالح ويعطل مصالح حضرتك هل في تعرض بمدارين احنا عندنا 27 محضر في اسم شرطة اول مدينة نص مضايقات ناس سابت شؤقها ناس سابت عمايرها ناس سابت كل الاماكن اللي هي بسبب الناس انت ساكنة في شقة قدامك ناس 17 يوم بتستحمى في الشارع هل يكون فعول الناس اللي ساكنة امام ربع العدوية او الى جانب المكان ده لانه فيه ناس بتشتكي جدا من الدوشة والضبيج والرصاص والخرطوش الناس سابت اماكن فيه خرطوشة مش هتقل رصاص يعني خرطوش طلقات المضبوطات اللي اتضبطت مع المتهمين في الحرس الجمهوري جميع انواع الاسلحة جميع انواع الملوتوف جميع انواع الطلقات الخرطوش جميع انواع الطلقات النارية النيابة العامة حتى ما عشان ما نقولش ان احنا بنتكلم كلام مرسل في نظام ولا النيابة العامة المستشار مصطفى خاطر وهو لا احد يمكن ان يزايد عليه في التحقيقات هناك كشوف محرزة بالفعل باسماء لاشخاص يتلقون اموال من جماعات الاخوان المسلمين مقابل الاستمرار في الاعتصام هناك اشخاص اعدوا محاضر داخل قسم شرطة مدينة نصر ان بعض قيادات الاخوان المسلمين حصلوا على بطاقات الهوية ورفضوا منحهم لهم بحجة عدم مغادرتهم الميدان يعني اذا انت بتجيب ناس بتدفع لهم عشان تبين للعالم كله انه في حشد في منطية ربع العدوية طيب في حشد من اعطى الشرعية للدكتور محمد مرسي بعد اول ثورة ثورة 25 نناير هو الشعب المصر ومن سحب هذي الشرعية هو الشعب المصر بدليل الحشود اللي هي باشارة واحدة من القوات المسلحة او من الرئيس المؤقتة الذي اعلن ان الثورة ما زالت في الميدان تستطيع ان تحتشد الملايين والملايين في كافة ميادين تحرير مصر مضيقات يعني طول الوقت وحنا في رمضان طب ارحموا الناس ارقوفوا بالناس مش انتم مسلمين مش انتم عارفين الاسلام كويس ارقوفوا بالناس مش معقول يبقى الكرسي اهم من الوطن حاجة صعبة قوي معانا برضو حدث سينا مش عارفين حد دولت هذين نعرف من حرارك عدد الاصابات عدد الوفيات هل تم القبض على الجناء اللي قاموا بالعملية دي ولا لسه لا لغاية هذه اللحظة لم يتم القبض على اي من المتهمين او الجناه الحادث ده اولا نحن بنقدم خالص التعازي للثلاثة الشهداء اللي سقطوا ابرياء دول عمال في شركة اسمنت اسيوت في شركة اسمنت سينا كانوا في طريقهم من المصنع لمنازلهم المؤسف في التحقيقات انه كان في لغم ارضي مزروع كان بيستهدف مدرعة تابعة للقوات المسلحة الاوتوبيس مر او تخطى مدرعة القوات المسلحة او مدرعة الشرطة فانفجر اللغم الارضي هم حبوا يطلقوا قذيفة ار بي جي عشان تصيب المدرعة فاصابت نفس الاوتوبيس عندنا في هذا الحادث ثلاثة حالة استشهاد وستاشر مصاب منهم اربعة في حالات خطر ده مش اول استهداف للقوات المسلحة او الشرطة في سيناء احنا من يوم تلاتين عندنا خمسة وتلاتين هجوم على اكمنة سواء نقط ارتكاز تابعة للقوات المسلحة مطار العريش الدولي منفذ الاحراش العوجة الجورة كل الاماكن دي بير لحفن كل نقط الارتكاز دي تعرضت لخمسة وتلاتين هجوم مسلح بقزائف سقيلة عدد الشهداء من يوم خمسة لغاية النهاردة خمستاشر او ستاشر احنا عندنا خمستاشر شهيد منهم جميع عطية في المجتمع منهم ضباط في القوات المسلحة ضباط في وزارة الداخلية مجندين في القوات اتنين اقباط منهم كاهن كنيسة والمؤسف مبارح بالليل انه الاقباط اللي موجودين اللي هم شركاء في الوطن بيدعوا الى الرحيل من شمال سين وبيغلقوا المطرنية وما بيفتحوهاش الا اوقات الصالح ليه عشان فيه جماعات ارهابية جماعات ارهابية بتاخد الاشارة من ميدان ربعة لما يطلع البلتاجي ويقول ان انا قادر ان انا اوقف كل المهازل اللي بتحصل في سينك بشرط انه يرجع المخلوع او المعزول الى منصبه لا اذا اللي بيتحاكم في هذه الحالة يتحاكم البلتاجي والعريان وبديع ومن حشده في الميدين بدليل ان احنا قبل يوم تلاتين ما كانش عندنا اي محاولات تفجير لخط الغاز في عهد الدكتور محمد موت وزرار البلتاجي معمين يعني لما البلتاجي هيخش السجن بقى مثلا مثلا يعني لو قبض عليه تم القبض عليه بما انه بيحرد على العنف وانه عارف ان في عمليات ارهابية ده مش بيحرد ده مش بيحرد ده مش بيحرد القانون في هذه الحالة لما هو واحد يقولي انا قادر على ايقاف الاعمال الارهابية اللي بتحصل في سينة اذا هو يعلم من الاشخاص الذين يقومون بالعمليات الارهابية مرتب العملية اذا هو على علاقة بحماس اذا اذا هو على علاقة بحماس احنا خلال 368 يوم قبل ما يجينا الدكتور محمد مرسي كان عندنا 56 محاولة تفجير لخط الغاز خلال السنة ما تفجرش خط الغاز ولا مرة لما مش المعزول كان فيه محاولة لتفجير خط الغاز يبقى احنا اذا الناس اللي موجودين في ربع العدوية على علاقة بقيادات حمسوية موجودة دخلت عبر الانفاق القوات المسلحة والشرطة بتدمر في الانفاق دلوقتي يبقى اذا دلوقتي الناس اللي هناك دول شركاء في العمليات الارهابية اللي بتحصل في سينة اصادنا دلوقتي احنا اصاد مشهد مليان سلاح وقنابل كتير جدا كل يوم الشرطة والجيش بيتم القبضة ويتم الاستحواز على كمية كبيرة جدا من الاسلحة ومن القنابل والحاجات دي كلها تعليك ايه على الموضوع ده لا احنا بقى الاحداث كتيرة مصر هل مازال لحد مازال بيتم الزج باسلحة داخل مصر بس ده السلاح السلاح اللي موجود ده نتيجة ان الحدود كانت خلال العامين الماضيين مفتوحة والدكتور كمال الجنزور رئيس الوزراء الاسبق قال ان اللي دخل مصر خلال السنتين دول 10 مليون حتة سلاح واذا كانت وزارة الداخلية او القوات المسلحة كل يوم بتعلن ان هي ضبطت كميات لكن اللي مضبوط بالفعل من هذه الكميات ليتعدى 10% يعني لو انا ضبطت 10 قطع سلاح يبقى اللي بيخشي لي في اليوم 100 قطع سلاح انا بقدر اضبط منهم 10% يو ده اعلى معدلات الضبط في اي جهاز امني وليس دفاعا عن الداخلية ولا دفاعا عن القوات المسلحة القوات المسلحة ووزارة الداخلية مسقلة بهموم كبيرة جدا منها زي اللي حصل عندنا مبارح قطع طريق هنا منوشات هنا مسيرات هنا مش عارف ايه هنا فده هموم كبيرة جدا على القوات المسلحة وعلى وزارة الداخلية لكن احنا نشهد انه فيه كميات كبيرة من الاسلحة موجودة في ايد الجميع بدليل الاسلحة اللي بيتم التعامل معها في سينة إحنا التسليح بتاع القوات مهما كان عالي هيكون الآلي لكن إحنا بنشوف الناس مبارح أبرياء بتضرب بالأر بي جي تضرب بالهول بتضرب بمضادات الطيرات ميم طهوي الحاجات دي وكلها دي أسلحة سقيلة وإحنا عندنا كارسة كمان إن إحنا دخلين على حاجة اسمها جبل الحلال في سينة جبل الحلال ده المنطقة اللي هي كل الجماعات الجهادية التكفرية بتتخذ جبل الحلال ده مقوى والعمليات اللي موجودة في سينة لتطهير جبل الحلال صعب اختراقه ده طبعا بالفعل صعب اختراقه خاصة إنه هو الجبل ده مقام على مشيد أو مبني على 600 كيلو متر من الشرق للغرب يقع على الحدود الإسرائيلية فيه 12 ألف مواطن موجودين فيه بيعيشوا في الكهوف وبيعيشوا على رعي الماعز والأغنام أنت لما 2005 اللي هو حبيب العادل عقب تفجيرات ضابة والشرم الشيخ حاول يخترق هذا الحصار وحاصر الجماعات الإرهابية اللي موجودة فيه لمدة ثلاث شهور وينجحوا أنهم يستسلموا ومقدرش يكمل في تطهير جبل الحلال لأن الإرهابيين قاموا بتلغيم الطرق خلف القوات فلما القوات هي ورجع حصل تفجيره فيه سبعة من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة لقوا مصرعهم في هذا الحادث وكانت الخسائر تدمير بعض المعدات الخاصة بقوات المسلحة ووزارة الداخلية فكان القرار بعودة القوات لعدم استكمال نحن دخلين مع القوات المسلحة معركة شارسة في جبل الحلال لتطهير جبل الحلال خاصة أن هناك وفقا للتقديرات الأمنية من ثلاثة لخمس تلاف تكفيري موجودين من جميع أطياف الجماعات إذا كانت جيش الإسلام الفلسطيني كتائب جلجلة كتائب عز الدين القسام الحمسويين اللي دخلوا من 1200 نفق موجودين وكانوا يحزون برعاية من الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي حتى هذه اللحظة يعني فأحنا دخلين على موقف سيء جدا في سيناء وربنا يوفى القوات المسلحة يا رب وأن هي تقدر تتصدى لهذه الجماعات الإرهابية اللي موجودة في جبل الحلال بنرفع أيدينا للسماء وندعي أنه بجد نقدر أن احنا نطهر البلد من الناس دي فعلا المعتصمي الطيار الإسلامي اللي موجودين في ربع العدوية هل يجب أن هم بيأخذوا البطائق بتاعتهم وهم خارجين هل هم مش عايدين يروحوا أصلا ولا هم ماشيين علشان عايدين يروحوا أنهم ماء خلاص قدوا الواجب يعني أو قدوا لا وفقا لتحقات النيابة عشان برضو ما يطلعوش علينا جماعة الإخوان المسلمين ويقولوا أن احنا بنزايد وفقا للتحقات اللي موجودة في ناس مجبرة أن هي تستمر في الاعتصام هيستمر ليه؟ احنا عندنا واحد مات اسمه أحمد زريخة أحمد زريخة ده مواطن عادي جاي من طنطة هو وزميله زميله قال له ايه؟ قال له والله العظيم ده الجماعة اللي هم عنده ربعة بيدوا ايه؟ بيدوا وجبة وبيدوا خمسين جنيه في اليوم ما تيجي الروح ده احنا بالروح نشتغل في مدينة بدر ما بنعمش تلاتين جنيه في اليوم ما تيجي الروح هو وزميله والكلام ده موجود في التحقات والراجل مات وأسرته موجودة وفي واحد مصاب موجود في مستشفى التأمين الصحة يعني احنا ما بنجيبش حاجة من عندنا فالراجل راح بمجرد ما دخله خده الوجبة وخده خمسين جنيه راح مدير أمن الرابعة اللي هو أحد القيادات اللي هو الدكتور محمد البلتاجي والشيخ صفوة حجازي عزه الله اتهموه أنه هو شيوعي وأنه هو مندست وأنه هو جيين الأخبار الاعتصام لآخرين الآخرين اللي هم مين جبهة الإنقاذ وفين جبهة الإنقاذ ده رأي وبدأت وصلت التعذيب وصلت التعذيب فيه ثلاث أماكن وفقا للتحقيقات بيتم التعذيب فيها عندنا الراجل اللي مات تقرير الطب الشرعي موجود الإصابات نتيجة التعذيب أو الوفاة نتيجة التعذيب الراجل المصاب موجود وفقا لتقرير الطب الشرعي إذن هم بيجبروا الناس على الاستمرار في الاعتصام ليه؟ عشان يبان قدام الناس كلها أنه فيه حشد وفيه تيار إسلامي موجود ومؤيد للدكتور محمد مرسي ويطالبه إمبارح إحنا سمعنا عن موقف مضحك بيقولك اللي موجودين في الميدين أربعين مليون إزاي أربعين مليون؟ إحنا كم مليون كمصريين لما اللي موجودين في رابعة وموجودين في ميدان النهضة أربعين مليون إمبارح أنا معد على ميدان النهضة ما كانت فيه أكتر من 300 واحد وصلوا إزاي دولار بعين مليون وخمسين مليون إحنا مش أنا أس إحنا في مرحلة محتاجين التوافق محتاجين أن الحرية والعدالة تحط إيديها مع النور تحط إيديها لو الله في مرحلة رغم أن أنا انتقدت عند حضرتك الدكتور كان فيه فرصة كان فيه فرص مش فرص لا كان فيه فرص المرحلة دي المرحلة دي محتاجة التوافق نحط إيدينا في الحرية والعدالة بس بشرط أن يكون الحرية والعدالة عنهم على البلد مش عنهم على مصالح شخصية هم خلال 300 أمام هم أثباتوا لحد النهاردة أنهم عنهم على الكرسي مش على البلد ياريت لما خدوا الكرسي عرفوا يستفيدوا من الكرسي وعرفوا أنهم يخلوا الشعب وراه لكن احنا المرحلة الحالية محتاجين التوافق من النور من الحرية والعدالة ونخلي السوار آخر حاجة يعني نخلي السوار اللي هم معينهم على بلدهم آخر حاجة رغم أننا في البرنامج ده انتقدنا لكن بنقول على أنصار الدكتور محمد مرسي دلوقتي ليهم فرصة أنهم يرجعوا ومش هيتم إقصائهم زي ما تم إقصاء رموز الحزب الوطني لكن هيحصل توافق على أساس مصر الجديدة اللي احنا كلنا عايزين نشوف مصر دي أفضل دولة في العالم أنا بتمنى والله وبضم صوتك أنه بجد المعتصمي أو الشباب الحرية والعدالة أو شباب الطيار الإسلامي أو الطيار الإسلامي نحن كلنا مسلمين يا جماعة يعني الطيار ده يعني أنهم يرجعوا لبلدهم مرة تانية وحضن أخواتهم وأولادهم مرة تانية أنا بشكرك جدا أستاذ يوسري صحيناك بدري كان لازم بصراحة لأنه بنعرف منك كده كواليس والمطابخ اللي بتحصل في الأحداث اللي احنا بنعيش هدلوقتي شكرا لحضورك شاهدينا كم معين الأستاذ يوسري البدري هو رئيس قسم الحوادث بجريدة المصر اليوم شوفكم بعد البريك وفقرة جديدة في نهارك سعيد اشتركوا في القناة